السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسلامة انتو كل حبيبكم ويا رب دايما متقدمين في تربية الطيور ويا رب نكون بنعرف نفتكم باي معلومات على قناة الطيور فوق السطح احنا في الفترة الاخيرة بنتكلم على مواضيع متكررة وتطرقنا المواضيع مختلفة جدا ودايما بنحاول نضيف لكم الخبرات اللي عندنا لكن النهاردة احنا هنتكلم عن زيادة انتاج البيض عند الدجاج البيض موضوع قديلنا كتير ما تكلمناش عنه موضوع مهم جدا وناس كتير قوي مهتمة به وناس كتير قوي بتحلم ان الدجاج البيض اللي عندها يبيض كل يوم وما يقطعش ولا يوم والانتاج يزيد ونسبة انتاج البيض تزيد النهاردة هنقول لكم طرق بدون ادوية من جير اي ادوية عن طريق غذاء معين وعن طريق نبتة معينة وعن طريق شوية سلوكيات يجب توافرها واتباعها علشان نعرف نزود انتاج البيض عند الدجاج البيض اللي عندنا كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناة طيور فوق السطح واتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات اللي جاية اول باول ويلا بينا نعرف مع بعض ايه هي النبتة السحرية وايه هو الغذاء المهم اللي لازم نديه للطيور بتاعتنا او الفراخ البيضة بتاعتنا علشان انتاج البيض تفضل نسبته عالية وما يتقطعش ابدا في شهر الربيع او في شهور الربيع اللي هم 3 و 4 و 5 3 شهور دول هم شهور الربيع الانتاج عموما عند الطيور بتاعتنا بيكون كتير يعني بيكون اكتر من اي شهور تانية احنا بقى ممكن نخلي الانتاج ده وهو كتير اكتر واكتر واكتر عن طريق الاهتمام بالطيور وبغذاءهم وبالحاجات اللي هنقولها النهاردة لازم نهتم بيهم يوميا ونقدم ليهم يوميا الحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة ليه بقى الربيع بيبقى الانتاج فيه زيادة لان الربيع ما فيهوش رطوبة وما فيهوش درجات حرارة عالية يعني لا فيه برد ورطوبة وبلل في الجو ومية في الجو ولا فيه درجات حرارة عالية بالتالي الانتاج بيكون عالي لان الظروف مهيئة للطيور اللي عندنا ان هي تنتج انتاج عالي ووفير لان كده مش هيبقى فيه امراض تنفسية ومش هيبقى فيه امراض معوية ومش هيبقى فيه اي امراض بيسببها الجو والتغيرات الجوية المفاجئة الحد القوية سواء الحر الشديد المفاجئ او البرد الشديد المفاجئ كمان الانسان مننا برضو الربيع بيكون شهر انتاج عالي بالنسبة له لان احنا في الربيع بنعرف نتحرك ونروح ونيجي وناكل اكتر وصحتنا بتبقى افضل وكمان الربيع مش بيحتاج لا تهوية ولا تدفئة لا للانسان ولا الطيور وبالنسبة للطيور احنا متعودين دايما ان احنا في الصيف مثلا بنهويهم اكتر وفي الشتاء بنقلل التهوية شوية علشان التدفئة لكن لازم طبعا يكون في تهوية فاحنا بقى بفصل الربيع مش بنحتاج لا تهوية ولا تدفئة لان الجو بيكون جميل جدا ويعني زي ما تقول كده بيكون الانتاج اكتر والجو ده بيساعد على ان الانتاج بتاع البيض وانتاج كمان اللحم يزيد عندنا وعند الطيور بتاعتنا الفراخ البيضة بقى كل الانتاج اللي احنا عايزينه منها هو البيض البيض ده احنا يا اما بنكله يا اما بنبيعه وفي ناس طبعا بتتناول البيض ده بكميات كبيرة وهو مفيد جدا ومهم جدا وعنصر اساسي يوميا لازم تتناوله وفي ناس طبعا بتنتج كميات كبيرة جدا من البيض بتبقى زايدة عن حاجتها فبتتربح منها وبتبيعها وفي ناس بقى بتعمل مشاريع ضخمة وكبيرة لانتاج البيض البلدي ده وتبيعه وتستفيد منه طبعا الاستفادات بتكون مختلفة بالنسبة لكل واحد يعني على حدة كل واحد غير التاني لكن في سلوكيات مهمة جدا لازم نتبعها علشان الانتاج يزيد لازم نهتم بالنظافة بتاعة الفراخ لازم نهتم بالنظافة بتاعة المكان لازم نهتم بالنظافة بتاعة الاكل وبتاعة الشرب اللي بنقدمه للدجاج بتاعتنا النظافة بتحميهم من الامراض اللي بتنشأ عن التلوث وبما ان مش هيجي لهم امراض صحتهم هتكون كويسة ومناعتهم هتكون كويسة نموهم هيكون كويس انتاجهم هيكون وفير لازم نهتم كمان بالتهوية لو في فصول الربيع طبعا احنا قلنا في فصول الربيع احنا مش بنحتاج التهوية قوي يعني مش بنحتاجنا هتم بالتهوية قوي كده كده بنفتح عليهم لان الهوى بيبقى مفيد بالنسبة لهم لان الجو كويس انما لو صيف لازم نهوي اكتر ولو شتا هنقفل اه بس برضو لازم يكون في تهوية علشان غاز الامونيا ما يظهمش باي شكل من الاشكال لازم يكون فيه تنوع غذائي الاكل اللي احنا بنقدمه ليهم لازم يكون متنوع علشان ياخدوا كل الاناصر الغذائية المفيدة ليهم لازم يكون المكان مناسب وواسع وعلى قدهم طبعا لا اوسع من عددهم ولا اقل من عددهم علشان ما يدخنقوش فيه لازم يكون المكان بتدخله شمس الشمس مهمة جدا علشان الطهارة لازم يكون المكان نفسه مفهوش رطوبة والمية اللي بتتقدم ليهم ما تكونش بتدلدى على الارض وبتعمل مشاكل وبلل في الفرشة او في الارض اللي تحتهم فالرطوبة تعمل لهم اي امراض زي الكساح او الاسهالات وده بيعمل امراض معاوية وساعات تنفسية بسبب غاز الامونيا واحنا في غنى عن كل المشاكل دي لانها بتوقف النمو وكمان بتوقف الانتاج سواء انتاج اللحم او انتاج البيض وده موضوع ده النهاردة النهاردة هنتكلم عن طريقتين الطريقة الاولى هي النبتة النبتة اللي هنتكلم عنها هي حبة البركة او زي يعني ما الناس كتير بتسميها الحبة السودة هي 29% بروتين وفيها احماض امينية هي الحبة دي بتساعد على القضاء على الميكروبات اللي بتبقى جوة معدة الطيور بتاعتنا او الفراخ البياضة بتاعتنا وده طبعا لما بنقضي على الميكروبات الانتاج بيزيد لان الصحة بتزيد والنمو بيستمر فالانتاج بيزيد وبيرجع انتاج البيض زي ما كان ويمكن اكتر كمان حبة البركة بتزود من خصوبة الديوك لان حبة البركة بتساعدهم على ان هما يكسروا اكتر ونسبة تكسيرهم تكون اكتر فنسبة الفقس ونسبة الكاتاكيت اللي طالعة من البيض هتكون اكتر واكتر التاني حاجة هنستخدمها هي الشعير المحمص ويمكن تكلمنا عن الشعير المحمص ده قبل كده في فيديوهات سابقة احنا هنجيب الشعير ده بالكمية اللي تناسب الفراخ اللي عندنا هنقلبه في الوعاء واحنا بنقلبه عليه نار طبعا وهيتحمص كويس مع التقليب يتحمص كويس وبعد كده نسيبه يبرد ونقدمه في الصباح ونقدمه في الصباح طبعا زي ما قولنا قبل كده علشان خاطر وجبة دافئة في الجو عموما سواء برد او سواء في فصول الربيع فصول الربيع مش هتحتاجها دافئة قوي نعم هتحتاجها في البرد والشتاء تكون دافئة ومننساش بقى من اهم الحاجات اللي بتساعد على الهضم تقديم الخضروات الكثيرة ليهم واي طبعا انواع من الخضروات كلها هتكون مفيدة لزيادة انتاج البيض بكده انت عرفت ازاي تزود انتاج البيض عند الدجاج البيض بتاعك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات ونشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته